كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض خطط ومشروعات شركة أكوا باور السعودية في قطاع الطاقة وتحلية المياه وخططها للتوسع في السوق المصرية وفي مستهالي الاجتماع أكد مدبولي على أن الشركة السعودية تعد من أهم الشركاء الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق رؤية الحكومة المصرية بزيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مشيرا إلى نجاحاتها في مشروعات تحلية مياه البحر وأكد في هذا الصدد على أهمية العمل على توطين مكونات الصناعات المرتبطة بمشروعات تحلية مياه البحر